بالتزامن مع دعوة عدد من المنظمات يتقدمهم تجمع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة في الخرطوم للخروج في مظاهرة الأحد عقد مجلس السيادة والدفاع اجتماعين لبحث الأزمة السياسية في البلاد الأحتجاجات التي تأتي تعبيراً عن رفض الاتفاق السياسي بين عبدالفتاح البرهان وعبدالله حمدوك تطالب بإبعاد العسكريين من المشهد السياسي ونقل السلطة للمدنيين حمدوك أرجع مجلس السيادة لأجل التوصل إلى حل طارئ للأزمة التي تتخبط فيها البلاد في وقت يتمسك فيه بالاستقالة الهدف من استمرار المظهرات بحسب ما تراه اللجان وهي إحدى جهات المنظمة لها هو تعبير عن رفض قرارات رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبدالفتاح البرهان التي أصدرها في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي وكانت الشرطة السودانية قد ذكرت في بيال لها أن أربعة أشخاص قتلوا في أمدرمان وأصيب 297 متظاهر و49 فردا من قوات الشرطة خلال المظهرات التي شارك فيها عشرة الألاف وقبيل تظاهرات الأحد كانت السلطات السودانية قد أغلقت فجراً الجسور النيلية الرابطة بين مدن العاصمة أمام حركة السير باستثناء جسري الحلفية وسوبة فيما توقع مظهر الأمني أن يتم قطع خدمة الانترنت في غضون ساعات ترجمة نانسي قنقر